بعدما كان يدور الحديث عن حسم رئاسة البرلمان بعد عطلة الأربعين تلاشت التوافقات شيئا فشيئا وعادت الأزمة للمربع الأول فبعد مضي أشهر على الأزمة لا يزال الخلاف يفرض نفسه بمفاوضات حل الأزمة جوهر الخلاف السني على المرشح وشروط الشركاء في البيت الشيعي نقلها لنا أحمد ليث فلنتابع في أولى الجلسات النيابية ما بعد زيارة الأربعين تعقد جلسة انتخاب الرئيس هكذا كانت الاتفاقات الأخيرة ولكن سرعان ما تغيرت ورح إلى موعد حسم منصب رئاسة البرلمان لأجل لا يختلف تماما عن واقع الخلافات الحاصلة على هذا الاستحقاق لأكثر من ثمانية أشهر موضوع عدم الذهاب إلى عقد جلسة لاختيار رئيس مجلس النواب هو سوف يمتد لنهاية الدورة الحالية حسب توقعي هو آخر العلاج الكي بلا شك لكن فتح باب الترشيح هو أمر صعب جدا في ظل هذه المتغيرات الموجودة على أرض الواقع الخلاف السن المعقد على الشخصيات المرشحة ورغبة الاتفاقات السياسية البعيدة عند الجميع مسببات محتمل أنها ستمضي بتعطيل هذا المنصب حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية فصعوبة الخيارات المطروحة لتفكيك أزمة الرئيس كفتح باب الترشح من جديد وغيرها من المعالجات الجدلية الحديث عنها لا يخرج منه سوى الإطالة لشغور منصب الرئاسة يقول مراقبون رئاسة البرلمان من حصة المكون السني وبالتالي الآن حجر العثمة بين الكوتل السياسية السنية هو الذي يحول دون انتخاب رئاسة البرلمان وبالتالي أنا أعتقد بأن الإطار هو طرح بأن قناعة المكون السني اتفاقهم على أي شخصية سوف يكون مع قناعة الأغلبية في اختيار تلك الشخصية وعلى ما يبدو أن الاتفاقات السياسية التي حصلت أخيرا بشأن عقد جلسة قريبة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان قد نصفت وأصبحت تحتاج إلى موقف وقرار صريح ومعلن باستطاعته حسم هذا الاستحقاق الجدلي مثل ما تشير التوقعات أحمد ليث بغداد قناة الرابعة